السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اعملين ايه يا رب تكونوا بألف خير? انا راجع لكم بفيديو جديد. هعمل وصفتين احلى من بعض باستخدام القهوة. وصفتين ممتازين نظرة البشرة وحياة البشرة. طبعا كتير من الناس بتحلم ان هي النساء. بتحلم ان هي تحصل على بشرة نعمة بشرة بيضاء. ان هي تبقى بشرتها صافية ونظرة. من غير ما تحط اي مكياج او اي كيمويات على وشها. طبعا غلط استخدام المكياج. فانا ان شاء الله المسكات اللي انا هقدمها النهاردة. بعد الاستمرار عليها ان شاء الله بتطرير انا هقول لك عليها في فيديو. مش بعد كده مش هتتضطر ان انت تحطي اي نوتة مكياجة على وشك. آآ هتبقى ملينة حيوية ونظرة وهتبقى بيضة من اول استعمال هيبان الفرق. مسك سحر جدا في نظرة البشرة وتبريد البشرة وتبيض البشرة. قبل ما اقول المسكات دي يا ريت ما تنسيش تدعميني باللايك وتفعالي الجرس. آآ وتشرك في قانوة تفعالي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. آآ اول حاجة انا معايا آآ هجيب كده بولا. واي اول حاجة معايا زي ما انا قلت هي القهوة. اي نوع قهوة موجود عنك بس ما تكونش مسلا يعني حاول ما تكونش محوجة يعني بن سادة. اول حاجة حط معايا معلقة صغيرة من القهوة. الشكل ده كده. معلقة صغيرة من القهوة. طبعا القهوة موجودة في كل بيت. ومن كبيرات البصفة دي بشكل عام موجودة في كل بيت. ومش مكلفة حتى لو مش موجودة عندك بتقدر تجيبها من العطار ومش مكلفة اطلاقها. آآ القهوة طبعا معروفة ان هي بتمنح البشرة النضارة والاشراقة. القهوة اغلب المسكات بتحتوي على القهوة لانها هي مكون سحري في نضارة البشرة واشراقة البشرة. القهوة بتقشر البشرة بتشد الوش جدا. بتخليه خلم من التجاعد مهما كان عمرك فوق الخمسين سنة. القهوة بتزيل التجاعد. بتشيل التجاعد. آآ قل في وشك والخطوط مهما كان كبير سنك كبير. بتقشر البشرة. بتشد البشرة. آآ القهوة كمان مرتب قوي جدا. بيغزي الوش وبيقلل آآ من بهتان البشرة لو كان وشك باهت او وشك اصفر القهوة دي بتتم يعني تخلي وش نظر جدا وآآ ابيض بتبيض البشرة وبتزود يعني احلى حاجة في القهوة ان هي بتزود الكولاجين الكولاجين ده مهم جدا لنظرة البشرة وحياة البشرة وان هي تخلو من التدعيد وتخلو من الخطوط اللي بتبان بعد آآ السن اللي هي اصر تقدم يعني علامات تقدم العمر عشان القهوة مضادة للأجسادة مضادة الأجسادة ان هي بتخفي علامات تقدم العمر يعني مكون القهوة دي مهمة جدا ناس كتير بتجهل ان هي آآ مهمة البشرة آآ تأثيرها سحري للبشرة والشعر وبعدك يعني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتكلم عن القهوة وفايدتها للشعر كمان القهوة بتشيل اثار حروق الشمس وبتشيل آآ سمار الشمس وبتزود كمان تدفق الدورة الدموية في الوش وبالتالي آآ نضارة وحيوية البشرة. ثاني مكون انا هحط برضو مكون آآ ممتاز جدا في نضارة البشرة هو النشا او الميزينة بيسموه بعض الدول العربية الميزينة آآ بابيض كده زي بزي ايه. انا هاخد منه معلقة صغيرة. خلطهم كده بالشكل ده. طبعا النشا غنية عن التعريف في نضارة البشرة. آآ النشا بتحتوي على فيتامين آآ اللي بيفتح البشرة جدا. والنشا بتدخل في الكتير من منتجات البشرة. اغلب منتجات البشرة الجمالية بتبقى محتوية على النشا. النشا بتشد البشرة بتبايد البشرة. عشان بتحتوي على فيتامين ايه. مهمة جدا في تبيض البشرة. وبتفتح البقع. اي بقع عندك هتختفي. اي مسامات واسعة عندك. طبعا اغلب النساء بيبقى عندهم مسامات واسعة. آآ النشا بيخفيها تماما. ماس كده بشكل عام بيخفي المسام الواسعة. مش تحتاجت تروح للدكتور او بتحتاجت تعالجيها. آآ النشا بتخلص بتخفي البقع. بتشيل الاتهابات. آآ القهوة كمان والنشا بشكل عام بينهو حب الشباب بيخفيه حب الشباب اطلاقا من اول مرة كمان. وكمان لاصحاب البشرة الدهنية النشا بتقلل من افراز آآ البشرة الدهنية للزيوت اللي هي بتخلي الوش يطلع في حبوب. النشا دي بتقلل جدا من الزيوت اللي بيشتكوا من هم بشرتهم دهنية وبتفرز زهون على طول. كمان النشا بتجدد الخلايا اللي انها بتحتوي على آآ فيتامين سي اللي بيجد البشرة. آآ فيتامين سي دي مهم جدا بتجدد البشرة وتبيض البشرة وحقيقة البشرة يعني آآ مكون مهم جدا. النشا مكون سحري في نظرة البشرة بشكل عام. وكمان آآ النشا بترتب البشرة جدا جدا. اي بشرة جافة بترتبها عشان بتحتوي على البوتاسيون. آآ تالت مكون انا هحطه هو طبعا غني على التعريف هو البودرة التولك. اي بودرة آآ بتستخدمها لجسم كاي نوع بودرة كويس تدرد فيه. او اي بودرة اطفال. انا هاخد بس نص معلقة كده من بودرة آآ دي. انا مش معندي من بودرة اطفال. هحط من بودرة دي. اي بودرة خاصة بالجسم. انا هحط منها كده يعني حوالي نص معلقة. حط نص معلقة صغيرة. البودرة كمان تأثيرها سحري في بياض البشرة. بتنقل بشرة. بتزاول انتاج الكولوجين. بتشيل اي خطوط او اي تجاعد. يعني الناس كتير برضو متعرفش ان بودرة التولكي حلوة جدا للبشرة. وبتشيل اثار حروق الشمس. اثار علامات تقدم من عمر. رهيبة جدا. تأثيرها التحفة في الوش ومدارة الوش وحياة الوجه بشكل عام. آآ اخر حاجة انا هستخدمها لهو مية الورد عشان انا اقدر اعجن المكونات دي كويس. معي هنا مية الورد. اي نوع مية ورد موجودة عندك تقدر تستخدمي بس يكون نوع كويس. آآ لو مش متوفر عندك مية ورد مش مشكلة ممكن تقدر تستخدمي عنها بس الافضل انت تستخدم مية ورد. انا هاخد كده لحد ما اعرف اعجن المسك بتاعي. حسب ما المسك يحتاج معي وقت وهضيف كمان مع علاقة عشان قدر امزجه. كده انا اعجنت لحد ما اه شكل معي. تقومه كده بالشكل ده كده. لا سايب قوي ولا سايل قوي. توزع كده بالشكل ده على مشروطة. باي فرشة او اي آآ فرشة بتاع مكياش تخصصيها للمسكات. بدت تبتدي تفردي كده على منطقة الوش. آآ والرقبة. طبعا الناس كتير بتهمل الرقبة وهي بتعمل ماسك الوشها. لا الرقبة مهمة جدا انت تدهاني المسك بيها. لان الرقبة زي الوش بالزبط. لازم تهتمي بيها زي ما بتهتمي بوشك. فتوزع خلط ده على الوش وعلى الرقبة. تسيبيه لمدة نص ساعة لحد ما ينشف وتخسريه هتلاقي بقى بياض وتوريد تحفة جدا جدا وراهيب جدا لبياض البشرة. ستدوني من اول مرة هيتباني النتيجة وهتنباهره بالمسك ده ومش هتبطل وتعملوه. المسك ده هتستخدميه كل يومين او تلاتة يعني مسلا تلات مرات في الاسبوع او مرتين في الاسبوع مش اقل من كده. بتستمر علي مدة شهر عشان تلاقي نتيجة هيلة جدا. اه انا هقول لكم من الوقت. تاني مسك انا هقدمه برضو مسك تحفة جدا لبياض البشرة ونقاء البشرة. اول حاجة انا هحطها في المسك ده هو ايه كاكاو? ايه وكاكاو طبعا كتير تستغربوا ان الكاكاو ازاي بتحطها على بشرة. الكاكاو تحفة جدا في نضارة البشرة وتوريد البشرة. الكاكاو بيحتوي على آآ مواد معادن ونسهف غنية جدا من الفيتامينات والاملاح. اللي آآ بتدي البشرة نضارة كمان مضادة للاكسادة وبتقلل على ما تقدم العمر وبيحمي بتحمي من اشعة الشمس. بتفتح البشرة جدا. انا هاخد آآ كده معلقة صغيرة من الكاكاو. بس يكون نوع كاكاو كويس. الكاكاو غنية على التعريف في آآ نضارة وتوهج البشرة. تحفة جدا. وكمان بيقشر البشرة بيخليها آآ بيمنحها الحمي والنضارة. تاني حاجة انا هحطها واخر حاجة يعني هي الزبادي. طبعا الزبادي التحفة للبشرة. انا هحط كده يعني معلقة صغيرة من الزبادي. لحد ما احس ان هم هتنزجوا معا. ده شكل الكريم بعد ما خلطته كويس جدا. آآ شكله كريمي كده وبرحته حلوة جدا. بتدي تطبق ايه برضو على البشرة. ده شكله لما يتفرد برضو تفرديه بفرشة او حاجة. هايل جدا جدا وان شاء الله من اول مرة آآ هتستغربي وشك بقى آآ ابيض ومورد وحيوية ونضارة. تحفة جدا. مش هقدر تستغنى عن المسكات اللي انا قلتلك عليها النهاردة. وهتستخدميها بشكل اسبوعي. زي ما قلت آآ تستخدموا المسكات المسكين دول مسلا تعت مرات في الاسبوع او مرتين في الاسبوع بس ما تبطلوهاش. ان شاء الله تجربوها ونتيجة هتبهركم وتعجبكم جدا. آآ ما تنسوش اللايك وتشتراك في القناة وتفعلوا الجارة عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.